مواسم كانت هي الأسوأ بالنسبة الواحدة أو الواحد من أهم أندية كرة القدم على مستوى العالم نكلم على قلعة كتالونيا أو فريق برشلونة الحقيقة اللي استمرت معاناته لأكتر من موسم هزائم قصية عدم تتويج وتحقيق البطولات هروب جماعي أو نهاية جيل كامل كان الحقيقة سبب في تتويج برشلونة بعدد كبير جدا من الألقاب خروج الأسطورة ليوميسي كل ده الحقيقة ممكن يكون أو تكون الأزامات المتتالية دي على وشك النهاية ونحن على أعتاب بداية موسم جديد خلينا نستقبل رئيس السابق لنادي برشلونة ووظيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية نشكره على وجوده معنا وأهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي وأهلا وسهلا بك في السادسة مسائل الخير على الجميع وشكرا لكم لتوجيه الدعوة وتحية جميلة لجمهير النادي الأهلي شرف لينا وجودك معنا على شاشة الأهلي والبداية الحقيقة خليني أخذ رأيك حال بتشوف أنه الثنائي تشابي لابورتا نجحوا في إنهاء أزمات برشلونة المتتالية على مدار مواسم كانت فيها أخفاقات النادي هي العنوان الأول وعدم قدرته على تحيي الألقاب وأنه نحن على أعتاب بداية جديدة لبرشلونة هذا الموسم في بداية الأمر دعنا نتحدث عن شافي شافي هو ابن من أبلاء النادي يعشق البرصة والبرصة في دماؤه وأعتقد أنه كان لعب جيد وسيصبح مدرب جيد وسكة رئيس النادي لم تأتي في شافي رناندس من فراغ أعتقد كانت خطة كبيرة تحدث فيها أخوان مع شافي من أجل كيادة البرصة وعودة البرصة إلى المجاد وأنا أقول لكم انتظروا البرصة هذا العام مع اللاعبون الجدد البرصة سيقوم بأشياء كثيرة وسيعود إلى الواجهة أنا متفائل وأدعو جماهير البرصة في الوطن العرب من خلال القناة الأهلي أن يفتكروا دائما وأتذكروا دائما هذه الكلمات بأن البرصة سيعود يأكل الأخدر واليابس وسيعود كل جماهيره عن كل الإخفاقات التي حدثت له وحدثت للفريق في السنة الماضية وأؤكد لكم ذلك أن مشروع المدرب والرئيس سوف يشير إلى الأمام يمكن الرهان بشكل كبير جدا من قبل جماهير البرصة على الميركاتو القوي اللي أبرمه أو أبرمته ونجحت في التعاقدات الميركاتو الصيفي ده إدارة برشلونة لكن قبل ما أتكلم على رأيك في الميركاتو وأهم الصفقات وكيف نجح برشلونة في تخطي معاناته المادية يهمني أسألك وأنت بتكلم على تشابي وهو واحد من أبناء برشلونة على دور لمسية اللي حقيقة أفرازت مواهب كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا نجحت في تحقيق ألخاب كتير لبرشلونة كارلس بيول تشابي نفسه أندرياس إنيستا وغيرهم من الأسماء كتيرة لماذا تراجع دور لمسية في تقديم المواهب لفريق برشلونة جايد تبقى لمسية أكبر قاعدة وأكبر مدرسة كورا كنت بتخرجيق العديد من اللعبين كورا كيران كتير و هناك العديد أيضا كل هؤلاء هم خرروجين للمسية وأنت على حق في هذا السؤال تراجعت مدرسة الكرة بعد أن يست واتشافي لأن هؤلاء لعبون ذات طبيعة خاصة وذات قدرة خاصة أعتقد أن العمل ما زال يقرأ على قدم وساق من أجل أن تعود لمسيح تتصدر المشهد مرة أخرى لدينا بعض المشاكل أتمنى أن ننتهي من هذه المشاكل قريبة وتعود لمسيح كما تعود الجميع بالنسبة لي كنت في لمسيح منذ أسبوع وتحدثت مع اللاعبين الناشئين عن أهمية هذه المدرسة ولا يجب أن يتحدثون عن الاحتراف لأن هناك مشاكل مع وكلاء اللاعبين الذين يتحدثون مع الناشئين من أجل خروجهم خارج أسبانيا يمكن تلاجع مستوى برشلونة مش بس أثر على قدرة البرسة في تحقيق الألقاب لكن الحقيقة يمكن يكون أثر بشكل كبير جدا على قوة مسابقة الليجة نفسها اللي فقدت إلى حد كبير جدا حدة المنافسة هل تتوقع أن الموسم اللي احنا على وشك البدء فيه يعني يشهد تغيير هل يعود الصراع القوي مرة تانية بين ريال والبرسة هل بتشوف أنه البرسة في ظل السكواد الجديد تحت قيادة شعبي عنده القدرة أنه يوصل لبعيد في مسابقة زي بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لي شخصيا أعتقد أن البرسة هذا العام سيقوم بعمل كبير وسينافس بجميع اللاعبين وسيكون الأداء مختلف جدا والليجة الأسبانية ستكون أقوى في نسخها العام القادم لأنك تحدثت عن شيء كبير وهو عودة البرسة للمنافسة على الصراع لأن البرسة لم يكن طبيعي في الصدارة دائما كما تعودنا إن شاء الله البرسة من الممكن أن ينافس على الشامبيونز ليك وسينافس أيضا على الكوبة للريك كأس أسبانيا كما ذكرت من قبل انتظروا البرسة العام القادم أنا متفائل وأقول للجميع شكرا من خلال قناة الأهلي شكرا للرئيس وشكرا لكل من تكاتف وشكرا للجماهير التي كانت في دار البرسة ووراء الفريق في أزمته لأن الفريق عانى وعانى خاصة بعد الإخفاق في البطولات المحلية والأوروبية هذه هي رسالة كبيرة لكل الفرق في العالم وكل جميع الفرق في العالم إذا ما مر الفريق بأزمة كبيرة يجب أن تكون في دار الفريق خاصة لأن كانت الفريق هو البارسة على العام الماضي كانت لدينا العديد من المشاكل تم التجلب عليها في المركات خليني أسأل على السبب في وجود أزمات البارسة في المواسم السابقة هل من وجهة نظرك كان رحيل أو غياب جيل مميز من اللاعبين وأخيرهم طبعا ليو ميسي اللي غادر الحقيقة في خطوة كان ما كانتش متوقع لأغلب عشاء البارسة واتجه إلى باريس وتحديدا للبي أجي ولا الأزمة كانت مرتبطة أكثر من نهاية جيل بفكرة أنه في أزمات اقتصادية وأزمات مالية عنيفة جدا ضربت نادي بارشلونا بكل تعكيد الفترة الماضية أنت تتحدث عن أفضل لعب في العالم ليو ميسي ليو ميسي كان أقرب لعب لقلبي عندما كنت رئيس لبارشلونا وبكل تأكيد تأثر البارسة برحيل ليو ميسي لأن ميسي كان أكثر من 50% من قوة فريق البارسة وأعتقد أن المشاكل الاقتصادية أيضا أخذت جانب كبير في جوانب البارسة لكن العمل الجماعي والعظيم الذي قام بالرئيس قام بإنقاذ الفريق لكن كما ذكرته أنت متابع جيدا للدوري البارسة رحل منه العديد من اللاعبين بالتأكيد تأثره أما إذا ما تحدثنا عن أفضل لعب فبكل تأكيد كانت خسارة كبيرة للليجة الأسبانية ليس فقط للبارسة لكن كل ذلك سيمر وسيمر أكثر من ذلك لأن البارسة فريق كبير مع ليو ميسي أو بدون ليو ميسي مع كل الاحترام من كل الذكريات العظيمة داخل البولوغرانة لكن يبقى ليو ميسي قبل ما أكمل كلامي على النواحي الاقتصادية والأزمة المالية اللي كان يعاني منها ببارسة وجهة ناظرك هل تتوقع أن ليو ميسي يختم حياته أو يني مشواره مع الكرة في الملاعب داخل برشلونة أو سيستمر مع سواء بي أجي أو الكلام طبعا عن إنتر ميامي في أولاد المتحدة الأمريكية أعتقد أن ليو ميسي هو رجل ولد ونشأ في برسلونة ويجب أن يعود إلى برسلونة للعب وختام حياته في البارسة إذا لم يكن يسمع ميسي هذه الكلمات أقول له يجب أن تعود إلى البارسة لأننا نريد منك أن تختم حياتك هنا في أسوار النادي كما بدأ المال واحده لا يكفي ميسي وأوخلا إن شاء الله سوف تعود لتختم حياتك هنا تحت أسوار البلوغرانة لأن تاريخك وقصة حياتك يجب أن تنتهي من هنا لكن لا أعتقد أن ليو ميسي قد يعود في هذه الأيام أو السنة القادمة إذا لم حد حدثنا عن السنة القادمة لكن أتمنى قد يختم حياته في البارسة ويعلم جيدا ما الذي ينتظره فهو دائما مرحب به في بيته وهو ناديه أرجع مرة تانية لأزمة المالية هل بتشوف أن أزمات برسلونة المالية انتهت ورأيك أو وجهة نظرك في فلسفة أو في مبدأ الرافعة الاقتصادية اللي حاولت من خلاله وإدارة برسلونة أنها تتجاوز الأزمات المالية المتكررة في السنوات الأخيرة وتسويق فكرة التنازل عن جزء من حقوق البس الفضائي أو جزء من أرباح النادي في السنوات المقبلة في مقابل توفير سيولة لحل المشكلات المتكررة في السنوات الأخيرة رأيك في ده وهل ده ممكن يأثر بشكل إيجابي خلال المواسم المقبلة على مستوى برسلونة وعلى قدرته على شراء اللعبين أعتقد أننا نتذكر شيء نهام عن كرة القدم العالمية بعد الكوفيد كانت أزمة اقتصادية كبيرة هزت أرجاء الكرة العالمية ليس فقط في أسبانيا لكن في برسلونة كنا أكثر المتضررين من هذه الأزمة لم تكن سهلة على أندية كبيرة وعظيمة منها البرسة وهذا ما أكبر برسة على التخلي عن أكبر نجومه وأكثر اللعبين لكن كما ذكرت كمنا بعمل انتقالات عظيمة بفضل حلاقات الرئيس وأعضاء النادى الذين تكتفوا من أجل عودة البرسة خاصة بعد الفشل الأوروبي العام الماضي أشياء كثيرة تحدثوا عنها وتحدثت عنها المجلس الإدارة أن حان وقت الصرف وحان وقت العودة إلى المسار الصحيح هذا الفريق يستحق أكثر من ذلك ولا يجب أن ينتظر البرسة أكثر من عام أو عامين من أجل العودة إلى البرسة تحية كبيرة لخوال لبورتا من خلال هذا اللقاء أعتقد أنه نجح في أن يمر في هذه الأزمة الاقتصادية بزكاء عظيم وأشياء اقتصادية ودخل عديد من الأموال حتى من جيبه الخاص كيف لا والبرسة له الفضل في كل هؤلاء أعتقد أن التعاقد مع اللاعبين الذين قاموا بإتمام التعاقد معهم كانت تعاقد عظيم شكرا لك رئيس البرسة على هذه التعاقدات وشكرا لك لجلب هذه الصفاقات من أجل أن يعود البرسة للمسار الصحيح الآن نحن سعاداء وكما ذكرت من قبل الأزمة التي مرت بها البرسة ومرت بها الكورة العالمية كانت أزمة اقتصادية بسبب الكوفيد أتمنى أن نعود إلى مثل هذا الموقف ليس فقط في أسبانيا وأتمنى أن لا يعود لها أي نادي في العالم لأننا كنا في فترة صعبة عصيبة قدت على أشياء كثيرة داخل البرسة وهي من أجبرت البرسة على بيع اللاعبين لو كلمنا على المركاتو الحالي أهم الصفقات من وجهة نظرك يعني حقيقة يمكن كل خطوط فريق برسونة تم تدعمها بداية من ليفندوفسكي في خط الهجوم وصولا لكريس سينسن في الدفاع وما بينهم بقى رافينيا فرانك كيسي كوندي والكلام طبعا على ماركوس ألونسو وعلى أسبليكويتا رأيك في الصفقات دي وهل بالفعل شايف أنه برشونة أبرم ونجح في إبرامل الصفقات اللي هو محتاجها لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم ولا يتبقى في المركاتو الجديد كلهم مهمين كل الأسماء التي ذكرتها لعبين مهمين أيضا ديمبيلي ديمبيلي لاعب خاص ولاعب عظيم وألا أتمنى أن يغادر الفرسة لأنهم مع إنسوفاتي وغابي وبيدري وكما ذكرت كل الصفقات التي عادت للفرسة كلهم مهمون سيكونون بعمل الليجة عالمية وأعتقد أن هذا الفريق فريق كامل متكامل من الممكن أن نتم صفقة أو أخرى خلال الأيام القادمة وخلال الساعة القادمة هذا هذا ما تحدث عنه الصحافة الأسبانية لكن أعتقد أن الفرسة الآن يصير بخطأ ثابتة وقوية واللعبون الذين يتواجدون الآن في البارسة سيخدون البارسة إلى العودة إلى منصات التطويق لكن بصفتي كنت رئيس نادي وأعلم قصة التمييز لا يجب أن أتحدث عن صفقة أفضل من الأخرى كل الصفقات التي أبرمها رئيس النادي ستخدم الليجة الأسبانية وستخدم الكرة في أسبانيا بشكل عام وستخدم البارسة فيه ثلاث أسماء يمكن الجماهير جماهير برشلونة يمكن مش قادرة تفهم أو تستوع بموقفهم حتى اللحظة مع برشلونة إما بالبقاء والاستمرار أو إما بالرحيل أولهم الهولندي الدولي منفس دي باي فرينكي ديونج الحقيقة اللي كان يعني حسب ما سمعنا فيه رغبة من إدارة برشلونة فيه رحيله رغبة فيه من منشستر نايتت فيه استخدامه والاسم الثالث هو بيانيتش النجم طبعاً اللي انضم من صفوف اليوفي لكن مشاركاته مع برشلونة ما كانتش على نفس القدر من الطموحات أو الأمال يعني رأيك في الثلاث أسماء دول وهل سيبقوا مع برشلونة أم سيرحلوا عن بلاو جرانا انظر هذه أمور تضع دائماً على طاولة البرزيدنط الرئيس والرئيس ستحدث دائماً مع مجلس الإدارة واللاعبين وأتحدث أيضاً مع المدرب آخر شخص يأخذ رأيه في هذا الموضوع هو اللاعب إذا ما كان هناك احتياج لللاعب يجب على المدرب اقنعه لأن مجلس الإدارة لا يمكن أن يقنع لاعب بالبقاء أو الرحيل إذا أراد البقاء يجب أن يبقى لأن هذا هو النادى الأعظم في العالم الذي يلعب لهم من منهم يستحق البقاء من وجهة نظرة كلهم لا أريد أن أقلل من الإمكانيات أتمنى أن يبقى الثلاثة أسماء أقوى من أي شيء وسيعصدون تشافي لأن تشافي تحدث مع الرئيس أنه يريد اللاعبون لكن كما ذكرت لك وقلاء اللاعبون يتحدثون دائماً من أجل إبرام عقود بعوائد مالية خيالية من أجل رحيل اللاعبين لكن تشافي يريد اللاعبون ولا يريد رحيل أي لعب عن البارسة لأن معنى ذلك أن البارسة عندما قام بترميم السفوف لا يجب أن يتخلى عن القديم القديم لديه خبرة الآن وسيساعد الفريق الرئيس السبق لبرشتونة أنا أشكرك شكراً جزيلاً شرفت ونوارت زي ما بتقوله بالإسباني وكل التعفيل ببرشتونة الحقيقة واحد بالفرق الممتعة حتى لو كنتش بتشجعه لكن لابد أنك أنت تستمتع بالكرة اللي كان بيقدمها ونتمنى أن يعود مرة تانية للمنافسة على كل الألقاب دي كانت حلقة النهاردة نقفل بقى ونختم بإن شاء الله بإذن الله موفقين ونجحين وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدم عرض قوي النهاردة ويحقق لثلاث نقاط في صراع الفوز بلقب الدوري اللي مازال مستمر وما زلت بأكد أنه مازال في الملعب كل شكراً لحضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دايماً نتقابل على شاشة الأهلي شكراً للمشاهدة